في بنات من البنات الصغيرة تحب تتجاوز الرجالة اللي في السن ده وساعات تحب تتجاوز الرجالة اللي عندهم شعر أبيض فده بيمثل تهديد للمرأة اللي في السن الأربعين اللي في نفس سنه لأن الرجل بيكون ناضج وراسه مليانة بريق ولمعان وحسين كده وبيهتم بنفسه ومنصبه تقدم وبقى عنده شوية فلوس ومكانته الاجتماعية بتديله بريق أكتر في حين ان الشباب ما يكونش عندهم نفس البريق ده لا البريق الاجتماعي ولا البريق الخاص بالهندام مش موجود ولو كان الزوج شخص عصامي كافح عشان يوصل لكده فهو عايز مكافأة يبقى محتاج مكافأة بيقول لنفسه كده أنا اتحرمت كتير أنا اتحرمت كتير في حياتي وعملت واشتغلت شغلانات كتيرة وشئيت وتعبت وعملت كل حاجة لبيتي وأولادي وعاوز ألحق آخر محطة في القطر أنا بقول اللي بيتقلم وبوصف الحالة اللي عند الناس وبالذات لو جه للعلاقة الخاصة وزوجته قلت له احنا كبرنا على الكلام ده بقى بتكون دي مشكلة تانية كمان لأنه شايف نفسه مزان في العنفوان وأكتر وقت ممكن الراجل يسمع نفسه الأمارة بالسوق هو الوقت ده لأنها بتقول له انت تملك وقادر وتستطيع وتستطيع أن انت تهندل أمورك وتختار ويبتدي الدور على شيء مختلف عن مراته اللي ما بقتش عجباه ويظهر الشيء المختلف زي زملته في الشغل مثلا أو واحدة قربته أو معرفة قديمة أو ينجذب لحد فيشعر أنه هو مازال مرغوب في حد ينجذب له أو حد دخل تحت حمايته فهو قدم له الأمان وقدم له الاحتواء فيحس أنه هو مازال عنده دور عند بعض النساء ويساعات ممكن يقع فريسة لصيادة وهي برضو ممكن تقع فريسة لصيادة أو بمعنى صح بيكون ده بالتراضي وهنا يدخل في مرحلة النزوة والست بتعرف بسهولة الأمر ده لأنها أكثر معرفة بتفاصيل الزوج وإيه اللي يحصل وينتقل الزوج من مرحلة النزوة من مرحلة الإدمان ويبقى عنده إنكار وهنا نفهم حديث رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشركة إنبرة وصدقة يعني إيه إن اتنين اللي في حاجة لازم يكون العنصر الأساسي في حياتهم هو الصدق والبر وكأن الصدق هو اللي بيخلي العلاقة موسوق فيها ولما ينزع بتروح البركة تبدافل للحاجات المالية فما بالكم بالحاجات الإنسانية اللي هي مبنية على القيم فلو راح منها الصدق اللي هو القيمة الركيزة في كل العلاقات أكيد العلاقة تفسد ويحصل عند الزوج متوالية أخلاقية وتنحدر أخلاقه طريقة اللبس والخروج لأماكن غير جيدة ويمارس بممارسات في بعض الأحيات ما بتكونش أخلاقية سواء بشكل ألكتروني أو بشكل مباشر وتحصل بعدها لحظة الانكشاف إن زوجته تعرف أو أولاده أو حد من معرفهم يعرفوا إنه هو بدأ يبقى له علاقات فلما حد يعرف يبقى يحصل اللحظة دي اللي هي زي بالضبط زي لحظة التنوير في القصة كده زي اللحظة اللي بيكون فيها القصة بتظهر بقى ويحصل بعدها لحظة الانكشاف إن زوجته تعرف أو أولاده أو حد من أهله فإيه يحصل وينقسم هنا الناس قسمين قسم يفوق ويقول إيه اللي وصلني كده الرجالة بقى بيحصل لهم مصارين وراجل يفوق يقول يعني إيه اللي وصلني لده ويبدأ رحلة التعافي من إدمان هذه العلاقات لكن ده للأسف نسبة قليلة أنت بتقول الكلام ده جايبت جايبت من كلام ده منين جايبت كلام ده من الغرفة الساخنة من غرف مركز الإرشاد الزواجي والنسبة الأكبر بتكمل مراوغة ثم إيه اللي حاصل وساعات بتكمل مراوغة وساعات بتتغير بعدما يتقدم السن خالص فيه ثلاث حاجات بتعرفنا إذا كان التغير في الاتجاه المناسب أو لا يعني إيه الاتجاه المناسب يعني الشخص ده لما يجيله لما يمر بمنتصف العمر ده هيكده التغير ده فيستثمره إنه يبقى إنسان أكثر رشداً وأكثر حنيةً على أهله وأكثر معرفةً لأهله ولا هينحرف والمسألة دي عتكون سبب من أسباب إنه هو يمارس ممارسة عتعود بالضر عليه وعلى أسرته كلها